بسم الله الرحمن الرحيم نكمل في الشق بي اللي هو برضو في المود اللي هو بارت بي مايجور ديبريسيف ابيسود طبعا خليني ذاكرين ديبريسيف ابيسود بتكلمش على مرض بتكلمش على الطراب كيف بنقول عنا بسموها نوبة الاكتئاب بس ايش هنا مايجور كبيرة يعني مش حاجة صغيرة دياجنوستيك كريتيريا كيف يا ترى بده شخص انه فلان عنده ميجور ديبريسيف ابيسود وفلان ما عنده طبعا التشخيص مش على كيف ولا انه الدكتور مباشرة مجرد ما يشوف يعني مريض ممكن انه يتفق او يقول مباشرة انه هذا يتفق مع كذا وكذا اذا هو عنده كذا صح دي اسم فايف انه لازم يكون خمسة او اكتر من اللي من الاعراض اللي جاية هاين بنحكي عنها ان شاء الله بتكون موجود اكتر شي في نفس الايش في اسبوعين جيات مع بعض يبقى فيه خمس اعراض او اكتر جيات في نفس الاسبوعين اللي هو صار مع بعض الاعراض ولازم يكون ايش واحدة منهم ضروريها اتليست اللي محطوه تحتية خط اذا بتلاحظوا لازم تكون واحدة منهم يا دي بريست مود يا لوس اوف انترست بليجر ايش يعني؟ يعني لازم يكون واحدة من الخمسة احنا بنقول بدنا خمسة في اسبوعين خمس اعراض واحدة من الخمسة يعني بظل عندي اربعة لازم يكون عندها اما مزاج مكتئب او في عنده لوف انترست بليجر يعني ما عندوش شعور بالمتعبة ايش او شعور باللذة زي ما اقول بالحياة او مثلا زي مرات لما قلنا زي حالة الانهدونية طيب ايش اللي بتكلم اول حاجة طب بدي ايش قصدك في ال دي بريست مود تلاحظوش بقولي رقم واحد دي بريست مود انه طول اليوم في اغلب الحالات معظم اليوم بكون عنده او سبجيكتيف او اوبجيكتيف خلينا زاكرين السبجيكتيف انه هو عمالي بيشعر باشياء انا ما بشوفهاش سبجيكتيف انا بلقيها زي الفايتال ساينز اللي انا بروح بعمل بقيسها سبجيكتيف ممكن هو يشعر بها المريض يكون عنده حزن يحس بفالفراغ يحس بالهوبلس يعني ايش انه انه انسان ما عنده امل زينه من اليأس والاحباط او او انا بطلع علي بقول ما لو ساير زي هيك مكتئي بشكله حزين وهكذا التانية رقم اتنين كيف يعني ما عندوش رغبة في نوع من التشوق يعني والحب والهكذا الان اش بقول لي عنده نقص في ايش عملية ايش السعادة اكتيفتيز يعني ايش ما عنده بيمارس اي انشطة فيها انبساط او انسجام او هكذا في معظم اليوم يبقى خلينا ذكرين معناته اول حاجة بنتكلم على اول حاجة بكون في معظم اليوم ويا بكون حاجة في داخله يا اما حاجة مبين عليه من برا احنا بلاحظها والتانية وهذاولا نركز قال لي لازم يكون في الاسبوعين واحد ضروري جدا منهم على الاقل طيب اللي بعده ثلاثة تغير واضح على الوزن لكن ايش بقول لي هنا اكتر من خمسة في المية من ايش من وزن جسمه في قديش في شهر طبعا يا بزيد يا بقل احنا حنتكلم في معظم الاعراض يعني الشيء ونقيضه ما احنا قلنا نذكر كمان مرة ما وذا رايح الدبريشين بدي يزيد ربما اذا رايح الماني بدي يقل ربما وهكذا نحن نجد في معظم الاعراض نحن نتكلم يعني اما بوزيتف او اما نيجاتيف يبقى خمسة في المية من وزنه بتأثر في شهر منقول ماله في خلال هالشهر صار عنده ايش اضطراب في الوزن زاد او قل طيب اربعة يا انسومنية يعني يا بكون عنده ارق في النوم يا اما هايبارسومنية واحنا عارفين شوية عن هايبارسومنية يعني النوم الزاد يعني يا اما نومه قليل جدا خمسة سايكو موتور اجيتيشن بتلاقي ايش بدأ عنده نوع من الاستثارة والتهيج والحركة الشديدة ريتارد او ريتارد او ريتارديشن العكس يبقى معنات ايش بدأ يسير زيد حركته عشان يروح يتجه لفتجاه المانيا او بدأتقل حركته عشان يتجه لفتجاه الديبرشن فتيج بتلاقي ايش شعر بالايش بالتعب او بيقول لك انا مش حاسس طاقتي معي حتى بيجي هو بيقول مرات بعض الناس بيقول لك حاسس قوتي رايحة او انا مش عارف وين قوتي راحت بهذا المعنى سبعة احساس بالتفاهة بيشعر ان المريض كأنه تافي بيشعر ان المريض كأنه تقول له يا راجل مالك او يا ستي مالك انا زي الزفت انا عايش من هالكلمات بعض الناس بيقولها من قلة الموت و هكذا في عنده بعض الناس شعور بالذنب زايد طبعا ممكن تكون دليوجنا جاي من اوامر من الضللات اللي بد اقوله انا ماذا يعني قلت كلنا لا كويس انه مؤمن دائما سبحان الله من يخطي بتلاقي لا اراديا في تأنيب الضمير وفي شعور بالذنب لكن اوامر كنت فكره انه دائما الاكساسيف قلت انه هذا ايجابي لا احنا قلنا كل شي بيقدروا لا بدنا نعظم انا بدنا نكبر نتعامل بالايش بالمنطق الوسطي عشان ما لا سمح الله ما يصيرش اي اضطراب تمانية ديمانيش قاعدة تقول ما عنده قدرة في التفكير ما هو ما زال قل التفكير يبقى قل التركيز في قاعدة بتقول اللي بيفكر بيركز واللي ما بيفكر ما بيركز او انضايا لاحظين كيف رقم تمانية ان ديسايسيفنس الذاكريينها اللي بصير عنده هستهيت لو بتلاقي بيرسون مش قادر يقرر دائما متردد في حياته هذا غايش معناتها ان ديسايسيفنس تسعة تحديث افكار كتير يعني بتلاقي دائما عنده اذا سألنا تحدثنا معه ممكن يقول لك والله انا حاس الدنيا بده تموت انا حاس حالي بده موت الدنيا بده القيام بده دائما افكاره عن الموت عن الموت بدون ما يكون فيها ايشها لحظين عنده افكار موت يعني زي افكار ايش سوداوية لكن لا تؤدي لمحاولة انتحار ولا تنفيذ انتحار طيب خلصت التسعة من التسعة نرجع نقول هذي اللي احنا بنتفق عليها قديش احنا قلنا عشان نذكركوا بس نرجع كمان مرة ها خمسة او اكتر يعني مش شرط كلهم يجوا لا 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 مش شرط احنا عنا قديش هنا احنا بنتكلم على تسعة المريض ممكن يكون عنده خمسة ممكن ستة ممكن سبعة ممكن كلهم بدرجات انا قصد لكن لازم يكون على الاقل خمسة حسب دياسة طيب عشان ان اكد هذا التشخيص ايش بقول لي هنا لازم يصير عنده دائما نحكينا كثير فيها هذه بيكون عنده خلاص صار عنده اضطراب في الثلاث اشياء اللي زي ما نحكينا فيها سوشيال يعني الناحية الاجتماعية باطل زي اول اكيوبيشن ما نحكينا فيها كثير الناحية الوظيفة او العلمية او العلمية او اخرى مهجنة يعني الاشياء اللي كان يمارسة في حياته والتي كانوا مبسوط وسعيد بطل يعملها يمكن كان يلعب بكرة بطل يلعب بكرة يمكن كان يلعب بكرة و يمكن كان يتلعب مع صحابة وبطل كانت تترفع على الصحباته بطلت كانت تتحب الموبايل و هكذا اقوم بيكون لا تحتاج لي بماني او يعني هنا لكي نستطيع أن نحدد أنه لا يوجد علاقة بأمراض جسدية هذا الاضطراب الذي حدث لا يوجد علاقة بالأمراض الجسدية ولا بأي عرض جسدي طبي بشكل واضح أو أخذ له دوء معين وصار عنده لا هذه الشغلة إليها بنتكلم على بيور اللي هو مود إبسود لكي نستطيع أن نؤكد أنه لا يوجد علاقة بأي اضطراب جسدي الآن بدأ نتطور قليلا اخرى سنصار هنا مالذي عرض ذاكري وكي نستطيع أن نتطوروا الأول ونقل أنه هناك الدوار يعتمد على نوبة أو زادتها إذا أجدت نوبة أو زادتها بدأت تتكرر نحن نبطل عن نوبة يحدث عنها نوبة إذا كانت نوبة وانتهت لا نسميه حدثتها حدثتها مال مدير لاحظوا هنا أما قررنا مال هناك مكتوبة مال تكون مال بسيطة لكن مال مدير مال 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 حدثت مال 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 قرر مال مقرب لها كنت يتج Ag التغيب مال 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 مرتبطة معها ملانكوليك ملانكوليك هذه يسموها السودوية يعني سبحان الله تجد الإنسان دائماً نوع من الحزن بعض الناس يسموها كما كانوا يقولون أنه يطلع في الكاسة النص المليان والنص الفاضي هذا ما عنده زي كهذا هو دائماً تفكيره رايح أكثر تفكير اكتئابي بعض الناس يسموها أعراض ذهن أعراض ذهن ومرات ذهن بيري بارتم بيري بارتم يعني بعض الناس ربطوها كما تحدث في حوالي الولادة أو كما قلنا بيري بارتم سيكوزز يعني يقولون أنه تكون شبيهة هذه الأعراض كما تحدث مرات في فترة فترة الحيض والنفاس أثناء الولادة أو حوالي الولادة أو بعد الولادة ربما أكبر من أسبوع ليس كثيراً هذا هو المهم من المهم إلا أن نتكلم على أنه وقت المهم الآن لا تتكلم على أن تكون موسيقى بإتجابة من المهم بإطلاع ان المهم والمهم تكون ودوان وسائل فترة لا مانيا ولا هايبو مانيا كيف يكون لديه ميجور ديبريشين ويكون لديه مانيا؟ لو أنه لا يحدث ذلك يصبح شيء ثاني؟ ما هو بيبولر؟ سنتحدث في أكثر من شغلات جديدة في الDSM5 تربط بين الديبريشين أو المانيا والهايبو مانيا اثنين بيرزيستاند ديبريسيف ديسوردر بيرزيستاند من اسمها بدأت تزيد لاحظوا قلنا بيرزيستاند قلنا بيرزيستاند مازال بيرزيستاند كما قلت في الديبيتس وفي الديبيتس قلنا بيرزيستاند ديستايميا اسمه إيه؟ ديستايميا من حد ما نسمع كلمة ديستايميا معنى ديبريشين امتد لكن كيف أجى؟ أجى إيرلي اند انسيديوس أجى شوية شوية على حين غرى لا يوجد مرة واحدة وقلنا للأسف وهذا بيمشى على مهله شوية 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 فلما بيمشى ماء خاصة في بداية الأطفال وبداية المراهقة يعني في بداية حياة الشباب في بعض الحالات لكريتيريا لكي أؤكد انه هذا اللي قدامي ديستايميا وقلنا نستغل بعض الناس سيسألني لماذا يا أستاذ؟ ملحقناه في البداية او في الدستايميا أنا سأقول بشكل واضح وشكل بسيط جدا الاستجما تلعب دور كبير وكثير من الناس يهتمون لحالهم والذي حولهم مرة يهتمون يعتبرون انه كل واضح ممكن واحد تكون عنده الأعراض الإبسود وعراض الدستايم لكن لا أحد ينتبه له طيب أنا ما هي الكريتيريا تبعت الدستايمية؟ أول حاجة دي بريست مود ما هي دي بريست مود؟ مزاج مكتئب كم هذا؟ مزاج مكتئب في معظم اليوم معظم اليوم يعني يصحب نص صبح لأخر لعندما ينام فيه عنده مزاج مكتئب لماذا يقعد هذا؟ لازم يقعد سنتين يبقى معناته خلينا نذكرين الدستايمية ارتبطت بإيش؟ بلكرونيسيتي سنتين في حالة الأطفال وحالة الإيه المراهقين شوي أو في فترة الأدونيسانت هذولا بقى أطول يعني ممكن أنا ما أقولش سنتين يعني بنقول المود بصير الريتابول هنا في نوع من التوتر والحدة لدوريشن إيش أتليست ون يير يعني كأنه بقول لي في مرحلة الأطفال ومرحلة وبداية المراهقة الأعراض هذه أقل حاجة بدها سنة لكن لما الإنسان يكون أكبر وأجته لازم يستمر سنتين عشان أقدر أقول عنه بيرزستان دي بريسيف دي سوردر طيب بي إيش بقول هنا بريزنس لازم يكون موجود مع الدبريست مع الدبريست اتنين اتنين من اللي جاي يعني خلينا مركزين إنه في الأول في دي بريست دي بريست مود يعني مزاجه مكتئب طول النهار مع المزاج المكتئب لازم يكون عنده اتنين أو أكثر يعني لو أجد اتنين من هدول ها الست اللي قدام يقول له واللي بدي أحكي كمان مع الأولان دي بريست مود خلاص بقول عنه إيش أنا بيرزستان دي بريست همين allá عند الي بريست اتِنين هكين اللي بتحكي عنهم اللي بتوخد من��는 بريست الموضة أو افر billionaire أو نتكلم ما احنا فعلنا لاemic يمكن مع أستاذ بيشعله الإفتماع هناكش وتوجد الإجرار اشتركوا في المستويات العالمية لأنها مرتفعة الأبنى حتى في حالات الاسترس كثير من الناس يأكل مفتاح ولكن أستطيع أعمل جميعا تبطل الحمياء يستطيع أعماله النسومنيا كثيرا لا يستطيع طاقته ضعيفة كثيرا فتق لا سيلفستيم ما عندوش احترام لذاته خلص يعني بصير ينظر لذاته لشخصه انه يعني بالعربي يشعر نفسه كأنه قليل القيمة بما معنى فبصير عندو له سلفستيم خمسة ما بقدرش يركز ما بقدرش يركز ما بقدرش إلوه بصير عندو صعوبة جدا انو يقرر في حياته بصير ما بقدرش يتخذ قرارات ولا يصنع قرارات ستة فيلنكس يشعر بالإيش؟ انه انه يعني انسان يشعر بالإحباط باليأس بصير انه كأنه مش قادر يقدي دوره او يقدي مثلا اللي نفسه فيه سي خلينا نربط كلام مع بعضه في مرح السنتين هدول لازم يعني بقول لي عشان احلف يمين انو هدول ديبريسيف ديستايميا بهذا المعنى لازم في السنتين هدول ما هو بعض الناس هايقول لي طب هايضلن في نفس الوتيرة الأعراض لا عشان انت متغلبش حالك وتغلبش حالك الأعراض زي الريميشن والإكساسيربيشن بتزيد و بتقيل لكن الديستيربنس بضله موجود لكن لا يمكن يضله وذوت سيمتومز أكتر من شهرين يعني كأنه بقول لي هادة العبارة تعت السي بتقول انو لازم تضله الأعراض ممكن تزيد ممكن تنقص لكن مش ممكن تختفي لأكتر من شهرين حتى بعض العلماء قالوا إذا اختفت لأكتر من شهرين بدك تعاود تعيد تعيد من أول وجديد عشان ما تقدر تحكم عليه و تقول عنه بارسستان لأنه صار نوع من الريميشن طويلة هيك أكتر من شهرين طيب طبعا مستمرة لسنتين لكن مش لازم تكون لا مانيا ولا هيبو مانيا طبعا أكيد لأن كل كل كلام قاعد على الدبرشين شو جاب المانيا في هذه الحالة لما تيجي بسرر لها كلام تاني يبقى ما تكون هنا ناطيكس بليند اللي هو الأف ناطيكس بليند باي اثر سيكوتيك دوس أوردر نفس الكلام اللي احنا بالأول قلنا مش مرتبطة بالطربات دهنية أخرى لا مستقلة الجي اللي حيتكرر كتير برضو نفس الكلام مش مرتبطة بأي عرض فيسيولوجي ولا أي عرض طبي يعني زي بعض الحالات الهايبوثيروديزم هي ممكن تكون عندها أعراض زيك يعني ممكن تلاقي واحدة واحدة عندها هايبوثيروديزم حزينة مكتائبة مدائقة ما عندهاش ما بطل التوكل هل أقول عندها والله ديبريسيف دوس أوردر لا لازم يكون هذا مستقل ملوش علاقة طيب الاتش امبيرمنت انسوشيال اللي احنا دايما مقول عنها بصير عندهم ايهش هانا الخلال اللي هو الثلاثي دايما تذكروا في حياته الاجتماعية وفي قضيفته أو تعليمه وفي الأشياء المهمة اللي كان يؤديها طيب خلينا نقفينا عشان ان شاء الله برضو نخلي زي ما اتفقنا ما بدناش يكون محاضرة طويلة حنتكلم ان شاء الله في المحاضرة القادمة عن الديبريسيف ديس أوردر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته